موسيقى هذه نشرة الثامنة مساء من الميادين نستهلها بالعناوين موسيقى يعني شافق التركية تعلن مقتل ضابطا سعوديا مشتبه به في تصفية خاشقجي وتفتش مناطق توجهت إليها سيارات تابعة للقنصلية السعودية موسيقى اندماج حزبين نداء تونس والاتحاد الوطني الحر يعيد رسم خريطة التحالفات داخل البرلمان موسيقى البرلمان الجزائري يعلن حالة الشغور في رئاسة هيئته ويبدأ الاستعدادات لانتخاب بديلا لبحجة موسيقى اهلا بكم كشف موقع ياني شافق التركي ان الملازمة في سلاح الجو السعودي مشعل سعد البستاني وهو احد المشتبه فيهم باغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول توفي بحادثه سيرا في ظروف غامضة اضاف الموقع ان الحادثة وقع بعد عودة البستاني من تركيا من دون ذكر مزيدا من التفاصيل هذا ويعكف فريق المحققين الاتراك على دراسة الادلة والعينات التي حصل عليها من منزل القنصر السعودي محمد الاعتابي في اسطنبول لعلها ترسم صورة توضيحية كاملة لما حدث لخاشقجي في غضون ذلك قال وزير العدل التركي انه يحق للنيابة العامة التحقيق مع المعنيين وفق القانونين التركي والدولي محمود واثق بعناية فائقة ونجاح تدير النيابة العامة التركية ملف التحقيق المتعلق بالكاتب السعودي جمال خاشقجي يقول وزير العدل التركي ويؤكد الحفاظ على سرية التحقيقات وعدم التعويل على التسريبات الصحافية النيابة العامة هي التي تجري التحقيقات لوزارة العدل والنيابة ستفعل ما يترتب عليها بموجب القانون التركي والقوانين الدولية والسلطات القضائية ستتصرف وفق الاتفاقة والقانون الدولي في احدث تسريبات الصحف التركية صورة قيل إنها لماهر عبد العزيز المطرب المقرب من ولي العهد السعودي وهو يتنقل بين القنصلية ومنزل القنصل يوم اختفاء الصحفي خاشقجي وتضيف الصحف التركية المقربة من الحزب الحاكم إن المطرب لعب دورا أساسيا في تصفية خاشقجي وضح من التأخير والتأجيل في إعلان التقرير النهائي برغم أن السلطات تقول إنها تملك الأدلة أن هناك بحثا يجري في تركيا والسعودية عن سيناريوهات سياسية للخروج من أزمة خاشقجي وبعد انتهاء التفتيش والبحث الجنائي للقنصلية السعودية ومقر إقامة القنصل تتجه أنظار المحققين إلى مزرعة خارج إسطنبول بسبب اختفاء أثر ثلاث سيارات دبلوماسية سعودية يوم اختفى خاشقجي بحسب التسريبات بعد تسع ساعات من التحقيق وجمع الأدلة والعينات يبحث المحققون الأتراك عن خيط يساعدهم في العثور على خاشقجي من أمام القنصلية السعودية محمود واسق إسطنبول الميادين كشفت صحيفة لوفي جارو الفرنسية نقلا عن مصدر دبلوماسي في باريس تأكيده نهيئة البيعة في السعودية تنظر في وضع ولي العهد محمد بن سلمان على خلفية قضية خاشقجي هذه المعلومات تقاطعت مع بدء تسرب معلومات عن مساع داخلية ومؤشرات خارجية توحي بقرب التخلي عن بن سلمان هيبا محمود أهل سعود في اجتماعات سرية لحل أزمة جمال خاشقجي صحيفة لوفي جارو الفرنسية كشفت تحت عنوانها هذا تفاصيل أخرى ونقلت عن مصدر دبلوماسي رفيع في فرنسا تأكيده أن هيئة البيعة في السعودية تنظر منذ أيام في وضع ولي العهد محمد بن سلمان وبأعلى درجات الاهتمام والسرية تبحث في تعيين ولي لولي العهد يرجح أن يكون خالد بن سلمان السفير الحالي في واشنطن وذلك تمهيدا لعزل شقيقه الأكبر ولي العهد محمد الصحيفة أكدت هذه المعلومات من مصدر سعودي في الرياض أوضح أن ذلك يعني أن محمد بن سلمان سيغادر منصبه في المدى المتوسط ما يعني أن فرع عائلة سلمان سيحتفظ بالسلطة وتلك هي أولوية الملك تكشف لوفيجارو أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أوجد لنفسه الكثير من العدوات داخل عائلة آل سعود وفي صفوف الحرس الوطني والجيش وخارج حدود المملكة بسبب الحرب على اليمن وحصاره لقطر وتقاربه مع إسرائيل وتماهيا طلبت هيئة علماء السعودية بعزل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من منصبه مضحة في بيانها أن السبب هو الظلم والجور والسياسات الخاطئة التي يتولى مسؤوليتها وداعية من سمتهم أهل الحل والعقد إلى عزل بن سلمان بدورها كشفت السيئان أن الأمريكية مجريات زيارة وزير الخارجية الأمريكية إلى السعودية ولقائه بالملك السعودي وولي عهده والتي قال فيها بومفيو لمحمد بن سلمان إن مستقبله كملك على المحاك وبحسب ما سرب عن الاجتماع بين الوزير والأمير فأن المصدر قال إن الرسالة وصلت وقد تكون الرسالة هي ما ختمت به الغارديان البريطانية اليوم قالها إذ قالت الملك سلمان كبير بما يكفي ليتذكر ما حدث لشاه إيران لذا عليه أن يشارك هذه الذاكرة مع ابنه المفضل قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إن الولايات المتحدة تتحمل جزءا من المسؤولية في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي لكونه عاش في الولايات المتحدة وأضاف في تصريح صحفي إنه يجب انتظار نتائج التحقيق لفهم ما حدث لقد عاش خاشقجي في الولايات المتحدة ولم يعش في روسيا وبهذا المعنى تتحمل الولايات المتحدة بعض المسؤولية عما حدث له لا يمكننا إفساد العلاقات مع السعودية ما لم تكن لدينا حقائق ملموسة مسألة اخفاء خاشقجي مؤسفة قطعا لكننا بحاجة إلى المزيد من أجل فهم ما حدث بدوره قال وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو إنه أبلغ الرئيس دونالد ترامب أن على الولايات المتحدة منح السعودية بضعة أيام إضافية لإنجاز تحقيقها في اختفاء خاشقجي قال بومبيو للصحفيين بعد اجتماعه مع ترامب إنه أوضح للسعوديين والأتراك جدية واشنطن الشديدة حيال القضية أبلغت الرئيس ترامب هذا الصباح بأنه ينبغي لنا منحهم بضعة أيام إضافية حتى يتوافر لنا أيضا فهم كامل للوقائع قبل اتخاذ قرار بشأن الرد لكن يجب عدم إغفال العلاقات العميقة والاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية لقد أبلغني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تجري تحقيقاتها الخاصة لكنه أكد أنه سيطلع السعوديين على نتائج التحقيق وأنا وافق بأنه في ظل هذه الجهود ستظهر صورة كاملة عن هذه القضية إلى ذلك أعلن وزراء التجارة والمالية الأمريكي والبريطاني والهولندي والفرنسي والألماني عدم مشاركتهم في مؤتمر مستقبل الاستثمار في السعودية دافو الصحراء بسبب اختفاء الصحفي جمال خاشقجي كانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قد أعلنت وقف مشاركتها في المؤتمر بالتزامن مع مقاطعة مصارف وشركات إعلامية وتكنولوجية منها جوجل طالبت منظمات العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ولجنة حماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود طالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق في اختفاء الصحفي السعودي خاشقجي المنظمات أكدت أن مشاركة الأمم المتحدة ستكون أفضل ضمانة ضد محاولات تجنيب السعودية أي انتقاضات أو حفظ الملف للحفاظ على علاقات أعمال مع الرياض كما دعت المنظمات إلى العمل على كشف ملابسات اختفاء خاشقجي وتحديد المسؤولين عنه أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنه جرى تجاوز التهديدين العسكري والأمني بدرجة كبيرة في المنطقة لكن هذا لا يلغي وجوب البقاء على جهزية أمام كل الاحتمالات السيد نصر الله في لقاء مع إعلامينا رأى أن معركة الوعي هي الأساس لمواجهة المشاريع التي تستهدف لبنان والمقاومة لفتا إلى أن أبرز التحديات التي تواجهها المقاومة اليوم هي محاولة إسقاطها في بياتها في فلسطين بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد تظهر إطلاق السرايا عددا من الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في رسالة موجهة إلى الاحتلال توثق المشاهد وجود عدد من الآليات العسكرية والجنود الإسرائيليين تحت مرمى سلاحي الدروع والقناص التابعين للسرايا قرب المنطقة المحاذية لغزة استمرون بتقديم نشرة الثامنة مساء وتتابعون فيها بعد فاصل قصير موسيقى وفات شخصين وفيضانات وعمطار غزيرة شمال تونس موسيقى من جديد أهلا بكم في الملف التونسي يبدو أن الاندماج المفاجئة بين حزبين نداء تونس والاتحاد الوطني الحر أعاد تكوينا مشهد السياسي تحت قبة البرلومان وهو ما أربك حسابات الكتلة الداعمة للشاهد التي أعلنت عزمها على التحول إلى مشروع سياسي عماد شطارة من بوابة الاستقطاب الثنائي بين الدستوريين والإسلاميين يسوق للاندماج بين حزبين نداء تونس والاتحاد الوطني الحر بخطاب يسحب المشروعية عن بقية العنوين السياسية في الساحة التقاء بين حزب مهدد بالتلاشي وآخر رئيسه مثقن بالملفات القضائية مثل بحسب مراقبين مفاجأة في المشهد السياسي اندماج لم يستأنس إلى آراء مؤسسات الحزب وقواعده وأربك حسابات كتلة الشاهد في البرلمان اخطاء اللي صارت في الحزب القديم نداء تونس في نسخته المتهالكة اليوم التي خانت وتخون مبادئ التأسيس التي جعلت تونسيين يحلمون بمستقبل أفضل لن نعيد مشروع إعادة البناء لن يقوم على أخطاء الماضي بل لتجاوزها وتفديها لم تلقي كتلة الائتلاف الوطني المنديلة بعد مناورة سياسية تحول فيها الاتحاد الوطني الحر من شريك وزين إلى خصم ليصحب من خلالها اندماجه مع النداء خمسة عشر نائبا دفعة واحدة وأعلنت كتلة الائتلاف الوطني عزمها على التحول من اتلاف برلماني إلى حزب سياسي منفتح على كل القوى الوساطية التقدمية تحرك في المشهد السياسي والبرلماني خال من البرامج قد يليه تحرك مقابل من فريق الشاهد لتحقيق التوازن في تنافس لا يقرأ بحسب مراقبين إلا من زاوية معركة كسر عظام بين رأسي السلطة التنفيذية وحرب تموقعات للمحطات الانتخابية المقبلة نحن بسدد يعيش مرحلة بسلوك لا مسؤول لأطراف الائتلاف الحاكم وأجنحته وداخل نفس السلطة التنفيذية برأسيها يجعل هذا السلوك التدميري خطيرا على الدولة خطيرا على التجربة الديمقراطية وخطيرا على المجتمع وخطيرا على مستقبل تونس بين مد وجزر تتغير تركيبات الكتر تحت قبة البرلماني في تونس في مشهد متحرك ستلقفه التحالفات بذلالها قريبا بحسب مراقبين على عملية التصويت على مشروع موازنة الدولة للسنة المقبلة باختبار يسبق التصويت على الثقة بالحكومة المقبلة هو سباق لتحصين المواقع وخدمة المصالح الحزبية الضيقة أكثر من العمل على خدمة مصالح البلاد المعلقة بحسب مراقبين سباق من شأنه أن يزيد في اهتزاز ثقة المواطن في نخبته السياسية وأن يرفع مستقبلا من نسبة المقاطعين للمواعيد الانتخابية أعمى تشترى تونس ألما يدي في غضون ذلك أكد الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق أن الانسهار مع حركة نداء تونس لم يعد ممكنا بعدما اختارت طرفا آخر وتقاسمت معه المسؤوليات المرزوق أكد أن هدف الانسهار بين النداء والاتحاد الوطني الحر هو إسقاط حكومة يوسف الشاهد وهو ما وصفه بالهدف التدميري فيما دع الشاهد إلى إجراء تعديل وزاري وهو ما دعت إليه حركة مشروع تونس اليوم التي أكدت في بيان ضرورة أن تعمل الحكومة على إيقاف نزف التوازنات المالية الاقتصادية إذن للإضاءة أكثر على هذا الملف ينضم إلينا مباشرة من تونس الكاتب الصحفي نصر الدين بن حديد أهلا بك سيد بن حديد هذا الاندماج ما بين نداء تونس والوطن الحر هل هو اندماج الضرورة على أي أساس تم هذا الاندماج وكيف يمكن تقييمه مساء الخير تحية لكي وليجميع الزملاء في القناة وليجميع المشاهدين أعتبره ليس اندماجا أعتبره ابتلاعا حيث أن التشكيل الجديد ليس على المستوى التسمية ليس الجديدة بل هو التسمية القديمة لنتاء تونس وبالتالي أعتبر دغويا أنني دا تونس بتلعك الاتحاد الوطن الحر ثانيا أعتبر أنه في الديمقراطيات الرأس أو حتى في الديمقراطيات المحترمة عندما يتم تدمج أو الاندماج بين حزبين يتم على أسس فلسفية فكرية وقراءات إديولوجية تقدم أو تؤثر أو تشرح هذا الاندماج وهذه العملية وهذا الابتلاع ما جد في تونس هي عملية شراء بين ظفرين للنواب نحن أقرب إلى شركة تبتلع شركة أخرى كل شركة قدمت رأس ما له وهو عدد النواب حاجة ندى تونس لم تكن للوطن الحر كشرك سياسي بل كحامل للنواب طيب إن افترضنا جدلا هذه التسمية ابتلاع لماذا يقبل الوطني الحر بأن يبتلع من نداء تونس ماذا يستفيد التفسير التفسير بسيط جدا النتائج البلدية الانتخابات البلدية التي تتمكنت من معرفة قياسات وحجام الأحزاب أثبتت أن الاتحاد الوطني الحر لم يعد له وزن في البلاد بأن رأس مالي الوحيد لم يعد عمقه الشعبي الذي فقده بعيد الانتخابات القائل فارطة بل أصبح رأس مالي الوحيد هو عدد النواب الذي يفاوض بهم السلم الريحي ويجعلهم جزء من مقايضة جزء من السلطة بجزء من النواب ومن ثم نحن أمام معارك كما جاء في التقرير كعملية تكسر أيضا بين الأطراف عديدها أولا من أجل إسقاط الشاهد أو بقاء الشاهد والثاني الأهم الأبعد من إسقاط الشاهد هو الاستعداد والأعداد للمحطة القادمة والانتخابية والانتخابات التشريعية والرئاسية في شهر نوفمبر أعتقد 2019 بحسب تصريح السيد محسن مرزوق هذا الاندماج الذي أسميته حضرتك ابتلاعا قطع الطريق أمام أي انصهار ما بين نداء تونس ومشروع تونس إلى أي حد ذلك يؤثر على وزن التحالفات وما يعقبه في المشهد السياسي أولا هذه التوازنات ليست ثابتة عديد الأحزاب انفرطت وعديد الأحزاب تشكلت وعديد الأحزاب ستتشكل وعديد الأحزاب ستنفرط من هنا إلى انتخابات الرئاسية القادمة وعام كامل ومن عام لنظره لقريبا أو بعيد ومن ثم أعتبر أن نحن الآن أمام إعادة تشكل في خارطة متنقلة خارطة تحترق خارطة غير ثابتة ومن ثم كل يوم قد يأتي بخبر ومن الأكيد أنكم ستتابعون في الأيام والأشهر القادمة عديد التغيرات وعديد الإنقلابات وعديد الإنسحابات من هذا الحزب إلى ذاك عملية شراء اللاعبين في البطولات العالمية نفهم منك بأن هذا الاندماج لن يطول أمده أو أمده لم أقل لن يطول أمده لن يكون مستقرا قد قيبوا عديد النواب من عديد الحزبين قد من الحزبين أعرب عن امتعاضهما ومن ثم كما جاء في تقرير زميل عماد جتارة عند أحسنة فعلا عندما أشار أن قواعد الحزبين لما يتم استشارتها أو حتى قيادة الحزبين لما يتم استشارتها ثم أن حركة فوقية عوض أن تكون حركة مبنية على قراءة إديولوجية على تقارب فكري على تقارب المناج على قراءة في البرامج هذا الكل لم يجري ولم يتم استشارتها يعني قواعد الحزبين غير راضية عن مثل هذا الاندماج غير لا لم أقل غير راضية لا تعلم هناك قيادين من الاتحاد الوطن الحر علموا بالاندماج من الإعلام وشاهدوا ما شاهدناه أنا وإياك أعلميين على شاشة التلفزيون مثل هذا الاندماج يعني بطبيعة الحال سيكون له تموضعا في الحراك السياسي المقبل تحديدا لجهة برلومان جديد أين يمكن أن يتموضع هذا الاندماج في الثقل السياسي لجهة الوضع البرلوماني الجديد فيما بعد هي العملية تتم بقالة حساب بسيطة من هم عشاد وهم من ضد شاد الانتحاد الوطني الحر باع نوابه بين ظفرين ليس بالمعنى السيء للكلمة باع نوابه لنيداء تونس من أزل تحصيل أكبر عدد من النواب لإسقاط يوسف الشاهد ومن ثم المعركة الآن في القريب العاجل وفي القريب المنظور وفي القريب العاجل جدا إسقاط يوسف الشاهد هو هذا المطلب الذي من أجل نيداء تونس التفت إلى الاتحاد الوطني الحر ومن ثم أعتبر أنه أمد قصير جدا على شهر أو شهرين وإسقاط يوسف الشاهد وأمد بعيد جدا لا أظن أن هذا الحزب أو ذلك يعتبره عاجلا وكيدا وهي الانتخابات التي ستتم في الفنو 19 إن كان فعلا أحد الأهداف الرئيسية لمثل هذا الاندماج هو إسقاط يوسف الشاهد وحكومته المعركة الحقيقية بين من ومن أجيب على هذا السؤال باحتمال ثلاثة وهو المعركة الحقيقية بين يدي النهضة التي بمفردها قادرة على قلب موازين عندما نقرأ بها لحسابه بسيطة تعداد من ما هم معه ومن ما معه ضد يوسف الشاهد نرى أن النهضة هي العامل المؤسس ومن ثم أعتبر أن هذه التغيرات الساحة في المشجد السياسي تختم حركة النهضة علانا الفيصل وأنها أصبحت القرار وأن صاحبة الفيتو أو حق النقف في هذا القرار أو ذاك النهضة واحدة الآن هي أقوى الأحزاب وهي المستفيد الأكبر مما يجري في الساحة السياسية عزران تخدم حركة النهضة كيف تخدم حركة النهضة؟ أنها المحدد أنه لو الآن مر يوسف الشاهد إلى قرار سحب الثقة من عدمه من البرلمان من سيحدد مستقبل الشاهد هو تصويت حركة النهضة من أساسها لو حركة النهضة جاءت مع عداء يوسف الشاهد سيسقط لو جاءت مع أنصاره سيمر أو سيكون حظوظه أكبر أعتبر أن مرور يوسف الشاهد هو مرهون بأمرين مرهون بالمرور ذاته مرهون بالنسبة للنواب الذين معه يوسف الشاهد يريد أن يبقى بأقوى نسبة ممكنة أو يرحل وهو لأعداد حزبه كما جاء في التقرير وكما أخبرت زميلة العزيزة بسد تكوين حزبه من ثم نحن أمام تشكل حزب جديد يوسف الشاهد قد يقطع ويصبح معادي وعلى النهضة أن تختار حليفة وقد اختارت النهضة حليفة هو يوسف الشاهد على حساب الباجي قائد السبسي أو عائلة السبسي وهو ما عبر عنه السبسي في مرارة غريبة عندما تم استجوابه في إحدى القنوات التونسية بحسب المعطيات الآن التي حاولنا شملها قدر الإمكان في هذه النشرة بخصوص هذا الملف إنما أسقطت فعلا حكومة يوسف الشاهد تونس إلى أين متجه؟ أعتبر أن الحد الأدنى من الاستقرار مضمون بضمانات أوروبية تونس على حدود مرمى حجرة ومرمى قاربة ومرمى ساعة من اتحاد الأوروبي ومن ثم هناك ضغوطات أوروبية على الجميع بثمان حد أدنى من الاستقرار لكن أعتبر أن يوسف الشاهد لن يكون خاسرا كبيرا عندما يغادر الحكم بالنسبة ليوسف الشاهد شكل المغادرة أهم من المغادرة في ذاتها يوسف الشاهد يستعد لإصدار حزبة أو لإعلان حزبة ومن ثم يوسف الشاهد سيكون لعبا داخل البرلمان أو خارج البرلمان داخل الحكومة وخارج الحكومة ولكن الأكيد أن يوسف الشاهد سيكون أحد أهم اللاعبين في المشهد السياسي القادم والقائم والقادم وبالتأكيد في الانتخابات القادمة سواء ترشح الانتخابات الرئاسية أو لم يترشح في الخلاصة الموضوع المشهد كله متجه إلى مزيد من التجاذبات السياسية وتشكيل أذرع جديدة تتبع أحزاب ولو بشكل صوري هي منطقة البراكين التي تطلق الحمام ولا لم تبرد بعد وبالتالي البراكين والحمام متنقلة وتتوسع وتنزل من الجبال ومن ثم نحن أمام مشهد متنقل متحرك نحن أمام مشهد غير مستقر جميع الأحزاب باستثناء النهضة فقدت وتفقد بصدر فقدان نوابها ومن ثم نحن أمام مشهد ذاهب إلى استقرارها هذا الاستقرار لن يكون أقلب الانتخابات القادمة في أقصى الحالات أشكرك كل شكر الباحث في الشؤون السياسية نصر الدين بن حديد كنت معنا مباشرة من العاصمة التونسية تونس إذن نبقى مشاهدين في تونس حيث أدت أمطار غزيرة شهدتها ولايات شمال تونس ووسط غربها إلى فيضانات كبيرة وتسببت بنصع شخصين على الأقل وإلحاق أضرار فادحة بالممتلكات سيول أغرقت ولايات زغوان والكاف والقصرين والقيروان فيما تولت السلطات إجلاء المواطنين من منازلهم التي غمرتها المياه وإنقاذ آخرين عالقوا في طريق عودتهم إلى بيوتهم إلى الجزائر حيث أعلن مكتب البرلمان شغور منصب رئيس البرلمان سعيد بوحج بسبب عجزه عن أداء المهمات وفق القانون الداخلي للهيئة التشريعية الخطوة أثارت جدلا قانونيا في البلاد واتهامات طاولت نواب الموالات بالانقلاب على الدستور أسامى عبد النور رئيس البرلمان الجزائري السعيد حج غير قادر على أداء مهامه بسبب العجزة هكذا وصف أكبر نواب البرلمان سنًا سبب إعلان لجنة الشؤون القانونية والإدارية شغور منصب رئيس البرلمان وتنظيم جلسة عامة لانتخاب من يخلفه خطوة عقبت إغلاق باب البرلمان أمام السعيد حجة وسحب سيارته والحراسة الأمنية المقربة منه لابد أن المكتب المجلسي يتحمل مسؤولياته تجاه ما تعيشه المؤسسة الشريعية وإيجاد حل لهذه الحالة الانسيدات وبالتالي كان هذا الإجراء الذي أحيل إلى لجنة شؤون القانونية على أن تبرمج خلال أيام القادمة جلسة الانتخاب الرئيس الشعب الوطني جديد نواب المعارضة وصفوا إعلان حالة الشغور بالانقلاب على رئيس البرلماني وبالتجاوز الخطري للقانون الداخلي والدستور نحن نشوفه غير قانوني وهو مساس بقاوة الجمهورية وهو دوس عليها وهو طعن في المؤسسات وهو جاء للأسف الشديد بعدما توصلت الأزمة وهم الذين أوصلوا نحمل بالمناسبة كل أطراف الأزمة المتدخلون نحمل المسؤولية ما وصل إليه المجلس نواب الموالاتي هددوا بإخطار مجلس الدستوري وإبلاغه بشغور منصب الرئيس متجاوزين المادة التاسعة من القانون الداخلي للبرلمان التي تحصر حق الإخطار لرئيس البرلماني السعيد بحجة في حالة وجود تجاوزات حالة الشعور أثبتت الإجراء الثاني الذي يأتي بعده هو انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد الآن حسب المواد القانونية من صلاحية من يختر المجلس الدستوري هذا من صلاحية رئيس المجلس ويتحمل مسؤوليته وله حق الإخطار يمكن أن يختر المجلس الدستوري حسب المادة تسعة التي تعطي له هذه الصلاحية من البرلمان إلى المجلس الدستوري ستنتقل المعركة القانونية بين بحجة وخصومه معركة قد تكسب بحجة مزيدا من التضامن الشعبي وتزيد من ضبابية المرحلة التي تسبق الاستحقاقات الرئاسية المصيرية في البلاد بانتظار رد فعل المجلس الدستوري وما قد يقوم به رئيس البرلمان تبقى سيناريوهات مفتوحة على ما لا تحمد عقباح ويتخوف مراقبون من انسداد المجالس المحلية واشتعال فتير الاحتجاجات في توقيت حرج يسبق الانتخابات الرئاسية سمع عبد النون عاصمة الجزائرية الميادين تصدى الجيش واللجان الشعبية اليمنية لهجوما شنته قوات الرئيس هادي على جبهة قانية في البيضاء أسط البلاد مصدر يمني أكد مقتلى عدد من أفراد قوات التحالف السعودي وقوات الرئيس هادي في عدة هجمات للجيش واللجان الشعبية اليمنية على مواقع التحالف في صرواح التابعة لمحافظة مأرب وعلى جبهة الحديدة كما قصفت القوة الصاروخية للجيش واللجان مواقع عسكرية للتحالف السعودي قبالة نجران السعودية بصاروخ من طراز بدر واحد إلى العنوين يني شفق التركية تعلن مقتلى ضابطاً سعودياً مشتبه به في تصفية خاشقجي وتفتيش مناطق توجهت إليها سيارات تابعة للقنصلية السعودية اندماج حزبين نداء تونس والاتحاد الوطني الحر يعيد رسم خريطة التحالفات داخل البرلمان موسيقى البرلمان الجزائري يعلن حالة الشغور في رئاسة هيئته ويبدأ لاستعدادات الانتخاب بديلاً لبحجة موسيقى لتفاصيل أوفة حول أخبار العالم يمكنكم دائماً متابعة صفحات الميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية شكراً للمتابعة دمتم سالمين موسيقى